أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين من جديد نرحب بكل منظم متابعتنا بهذه اللحظات وفي هذه الوقفة نتحدث عن طب الأسرة حيث يبدو أن كورونا لم يدع أي تخصص طبي إلا وأرهقه وجعله يمر بضغط كبير حيث تكمن هنا المنافسة مبين التقليل من انتشار هذا الفيروس في المجتمع وأيضاً الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع العامة نحن الآن نتحدث في هذا الوقفة كما ذكرنا عن طب الأسرة وكيفية الحفاظ على سلامة وصحة الأسرة مع الدكتور صالح بن سيف الهنائي طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة أهلاً وسهلاً بك دكتور أهلاً سهلاً بكم أحياء كلا إذن نحن دائماً ما نركز على قسم محدد من الأقسام الطبية التي تقوم بما لديها في مكافحة هذا الفيروس وطب الأسرة هو طبعاً ليس بمنأة عن الأقسام الأخرى التي تساهم تلك المساهمة الضرورية جداً دهنا في البداية نتحدث عن هذا القسم كمفهوم نعم هو حقاً طب الأسرة يعني طب يعني أو يعني بصحة الأسرة بكمية عفاة الأسرة من ناحية علاقية ومن ناحية الوقائية كذلك وعادة يعني يكون فيه خط رعاية صحيحة لولية نعم بحيث أن يكون هو خط الأول من الأقسام الأولى التي تتصل مع المجتمع ويعمل على حماية الأسرة من الأمراض المزمنة ويحاول أن ينظر إلى القذور فمثلاً إذا فيه مرض منتشر يحاول يرى لماذا ذلك المرض فيه انتشار ومن الطرق التي تتحد من الإصابة يعني ليس فقط ننتظر الحديد أنه يستفشي ذلك المرض ثم نبدأ بالعلاق نعم فنحاول لقد الإمكان أنه توجد برامج وقائية تعزز من صحة الأسرة وقميع الأفراد بحيث أنهم يعطوا التمكين اللازم لأنهم يحافظ على صحتهم وربما كورونا هو ربما أفضل مثال الآن أنه يجب الأسرة يكونها دور في مكافحة هذا المرض وليس فقط الأقطع الصحي أو القهاية الرسمية فنعمل على تمكين الأسرة ونعمل على تمكين أفراد الأسرة لإحفاظ صحتهم ومحاولة تقنب الأمراض وفي حالة لقدر الإصابة بها نحاول أيضا يكون لهم دور في تقنب المضاعفات جميل إذن هو تخصص جدا ضروري ونستطيع القول أنه متشاعب ويتعلق بكل تخصص حيث كما ذكرت هو يكافح هو أيضا يكتشف يتقصى مختلف الأمراض أيضا المزمنة التي قد تصيب أي أحد أو أي فرد من أفراد الأسرة في فترة كورونا الآن ما هي أهم الآليات المتبعة لرعاية الأسرة وأفرادها؟ نعم وفي البداية التوعي الصحية أن كل أسرة يجب أنها تلتزم بالإقراءات القسمية كذلك حاولنا أن نقلل من تردد الأفراد الأسرة على المؤسسة الصحية بالتالي في بعض البرامج ربما تم تأجيلها إلا الضرورية فقط التي تعنى بصحة الأسرة كذلك هناك خدمة التواصل عن بعد مثلا إذا كان في أفراد الأسرة لديهم بعض الأمراض مزمنة ربما يستطيعون أن يحصل على دواءهم من خلال التواصل عن طريق الرسائل كذلك هناك أيضا مواعيد ربما تم تأجيلها بحيث أن يكون هناك في مناسبة لأفراد الأسرة فيما يخص أيضا الأعراض هناك تم تخصيص ربما مراكز محددة يذهب إليها ربما الذي يليه أعراض أو اشتباه بهذا المرض بحيث أنهم يستطيعوا التعاون مع هذا المرض البقية يعطوا النصائح أنهم يستمروا في بيوتهم ويحاولوا أن يحجروا في المنزل هناك تمكين الأسرة أن يكون لهم دور فعال في ذلك نعم ونحن أيضا دكتور نقتنص الفرصة في هذه المساحة لتوجيه بعض النصائح للأسرة وأفرادها بمن يتابعنا الآن حيث ذكرت أن هناك أيضا مساحة لتقديم النصائح والتوعية فيما يتعلق بالحفاظ على صحة الأسرة إذا ما تحدثنا عن في كيفية تفادي الإصابة بفيروس كورونا هل هناك أي مكملات غذائية لربما أو نصائح في التغذية من الواجب اتباعها لتقليل الإصابة؟ نعم وهكي قلت أن تشاهد الأول الأخير من بعض الإشاعات أنه في بعض المكملات الغذائية تكافح كورونا مثل فيتامين دال فيتامين إي وفيتامين سي وزينك حتى أنه أخبرت في بعض الإصداليات نفذ بعض هذه الأشياء منها وحقيقة لم يذبت علميا فايرة هذه المكملات فالإنسان يجب أن يأخذ أو يتناول طعم صحي وتكامل وتوازن يحاول أن يكون له ربما لياقة ومارثة اللياظة بشكل مستمر ويحاول تقنب التجمعات والاختلاط مع الآخرين وما يخرج إلا الضرورة القصوى من المنزل ويتخذ الإجراءات على المصافحة ولبس كمامة وغيرها من ذلك الأشياء بالتالي لا يركز على الأسف الشديد كل الإنسان يركز على مكملة غذائية كحامي ويمثبت بعلميا بينما ربما يهمل أشياء أخرى فبتت علميا مثل لبس كمامة التباعد الاجتماعي والقسدي فيجب الإنسان أن يركز في الأشياء التي فبتت علميا وبالتالي يقنب نفسه وأهله وسرطه من هذا الوقت إذن ليس هناك صلاة بين تناول المكملات الغذائية والتفادي الإصابة بفيروس كورونا نعم ليس هناك صلاة ويمثبت علميا لذلك الآن الأبحاث ما زالت تكره في هذا الجانب طيب أتوقع أن معظمنا من لم يعني فقط يشعر ببعض الأعراض مثل توعك أو زكام أو كحة أو أي الأعراض المرتبطة طبعا بالفيروس إلا وهناك تواردت بعض الشكوك بأنه مصاب فكيف يتم التفريق ما بين أعراض الحمى العادية وأعراض فيروس كورونا محققة أنك تشابه كبير ما بين كورونا والزكام العادي وقع الحلقة، السيلة الأنف، الكحة، السعال، وقع الرأس وهكذا صداع ولكن ربما الذي يميز كورونا هو فقدان الشم وفقدان حاسة الشم فالفكرة الأحوال إنسان إذا أتلت إليه بعض الأعراض لقاس نفسه العلوي يجب أن يحقر نفسه يعني يطع نفسه في مجال أنه ربما مصاب بكورونا بتالي من خالة الآخرين إذا مثلا ربما تربط الحالة إلى ترخل طبي فإن ساعت أو أصبح إليه خطر زيادة في التنفس وغيره ربما يستشير الطبي أو يذهب إلى المساة الصحية ولكن الأعراض العالية هي مثالة وقت ويفترض أن يظل في البيت ويأخذ ربما التغذية الصحية ويحاول أن يأخذ قصة كافية من النوم مع شرب الماء ويكون إن شاء الله أخاف من ذلك طيب يعني ما يتبادر أيضا أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر ذكرت دكتور أنه من فقط يعني مثلا يدع مثلا حاسة الشم هي المفصل ربما أو هي المعيار أنه مصاب بفيروس كورونا لربما هناك بعض الإصابات التي لم تشهد فقدان في حاسة الشم ولكن مصاب بهذا الفيروس هذا صحيح بالتالي إنسان يعني عارض كوروناه كثير جدا يعني إذا تصل إلى ربما عجل فبير فبالتالي إنسان إذا شك في شيء يحاول أنه يظل في المنزل وهناك عارض أخرى غير حاسة الشم كما ذكرناها الحمى، السعال، ذكر في النفس كذلك ربما الإسهال وغير من الأشياء الألام العامة في القسم فأي عارض من هذه ربما إنسان يشك في ذلك ويحاول أنه يتخلي قراءات واحترازات لازمة على مخاطر الآخرين على مخروج من المنزل نعم، هي كلها طرق مكملة لبعضها سواء كانت من تغذية أو طرق أخرى لحماية الجميع من الإصابة مثلما ذكرت ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وكل الإجراءات التي دائما ما نذكر بها طيب دكتور، الآن ارتداء الكمامة أصبح من القوانين الواجبة على الجميع سواء كان من يعمل سواء كان من يخرج لفقط إنهاء بعض المشاوير اليومية كما نعلم هناك طبعا بعض أيضا المعلومات التي يتم تداولها عن خطر ثاني أكسيد الكربون وارتداء الكمامة لفترات طويلة لو تحدثنا أيضا عن هذا الجانب وكيف أن يقي الشخص نفسه من هذا الأمر نعم، هناك في تخوف حقيقة من البعض أنه ربما في ارتصال لثاني أكسيد الكربون أثناء لبس الكمامة ولكن هناك في دراسة حديثة نشرات في حواليات الجمعية الأمريكية للصدر أثبتت أن الثاني أكسيد الكربون لا يرتفع مع لبس الكمامة حتى مع الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض مزمنة في القاس النفسي مثلا مرض الانسجاد الرئوي المزمن فوقدوا هؤلاء الأشخاص الذين ربما هم أكثر عرضة الثاني أكسيد الكربون لا يرتفع عندهم بهذه الدراسة وبهذا البحث فكيف الإنسان العادي الذي ربما لا يشتكي من أعراض فإنك ليس خوف أنه هناك في أثار سلبية فيما يخص ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون في الإنسان ولكن هناك العكس حماية له من الفيروس ومن ربما الجراثيم أخرى فيجب أنه يلبسه ويطمن ما فيه أي إشكالية فيما يخص ارتفاع هذا الغاز ماذا عن المدة الزمنية لتداء الكمامة وتبديلها من كامامة إلى أخرى هو عادة أن ينصح إنسان إذا كان لديه مهمة محددة بعد ذلك المهمة مثلا يدخل المحل أو مثلا إنسان مكان يبدلها مباشرة فإنه يكون تعرض أو تلك الكمامة تعرضت لجو ربما مختلف عن الذي هو بسرية فبالتالي يحاول أنه يقل منه ربما ماشي وقت محدد ولكن يحاول أنه ما تكون تطول بشكل كبير ويتغير المكان أو تعرض مع شخص آخرين يحاول أنه يبدلها البعض ربما يتضايق أنه والله أنا أحس بيطليق في النفس من ذلك الكمامة قارئونها ربما بسبب الحكام الشديد وربما عندنا قريبا الهواء خلال هذه الكمامة بالتالي نطمنه ما في خوف أنه ربما هذا يضر صحته وبالتالي هو يحصل الأكسجين لازم والثانيكس الكربون يطلع بكل سهولة من قسلي ومرئتي طيب دكتور أيضا نصيحتك لجميع أفراد الأسر من يتابعنا الآن تحدثنا عن النصائح للتفادي الإصابة بهذا الفيروس ولكن من شعر ببعض الأعراض كيف يتم اللجوء إلى المراكز الصحية ولا سيما أنه قدر المستطاع تم تقليل المواعد وقدر المستطاع تم تقليل أيضا التسجيل لهذه الحالات والكشف عن هذه الحالات وقدر العراض البسيطة ربما استطيع أن يأخذ بعض العلاقات المنزلية مثلا مسكن الألم وخفض حرارة وشرب ربما الماء والراحة فيها البيت وعادة أن هذه التذهب عنه الوقت ولكن إذا وجد نفسه أنه محتاج إلى رعاية طبية فإستطيع أن يتوجه إلى أقرب مستطاع الصحية وبالتالي سيتم توقيهه في بعض المحافظات تم تخصيص مركز محدد يعني العناية بهولى المرضى وبالتالي أعطيهم العناية لازمة وباقي ربما المستسات يوجد هناك قسم خاص أو مكان خاص للعناية بهم فيتم ربما تسجيل يعني العراض وتسجيل حالتهم ويتم إذن متابعتهم والطمئة عليهم وتوقيههم التوقيه اللازم وعدم يعني متابعتهم بعدم يعني الذهاب واختلاط في بعض الحالات التي تستوجي ربما عناية أكبر سيتم أعمال بعض الحصوصات مثل أسعة الشعات الصدر وقياس الأكسجين في الدم وغيرهم من هذه الأشياء نعم تتأكدون هالمحتاج إلى التنويم أو تركيز حفظ الله الجميع طبعا أعانكم لتقديم هذه المهمة الوطنية فوق الضغط الذي تمرون به كل التوفيق لكم الدكتور صالح بن سيف الهنائي طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة وشكرا لهذه الدقائق شكرا جزيلا شكرا لكم حفظ الله عمار إذن مشاهدين لازلنا متواصلين معكم نتابع هذا التقرير الذي يحمل اسم كورونا السفير فوق العادة ومنذ مناود اشتركوا في القناة